بسم الله الرحمن الرحيم محزب التكاليف والإدارية 2 تابع الوحدة الثالثة المقياس المتوازن للأداء تعرفنا في السابق على أن المقياس المتوازن للأداء قائم على أربع منظورات هم منظور المالي ومنظور العميل ومنظور العمليات الداخلية ومنظور التعلم والنمو والآن في رسمة تجمع الأربع منظورات تأخذ الشكل التالي الرؤية مقصودنا بالرؤية رؤية واستراتيجية الشركة أو المنظور المالي ما الذي يجب جلبه للمساهمين هذا المنظور قائم على قياس الأهداف المالية وللحكم على كفاءة هذا المنظور يتطلب مقييس فرعية مثل العائد على الاستثمار حجم رقم الأعمال المقصود بإرادة المبيعات المقصود بإرادة المبيعات برقم المبيعات تكلفة المنتجات الربحية التدفق النقدي المنظور الثاني منظور العميل يجاوب على السؤال ما الذي يجب تحقيقه للعميل وضع العميل بالنسبة للمنشأة هناك عدة مقييس فرعية لقياس أداء هذا المنظور منها رضا العميل حصة السوق درجة الولاء القدرة على الاحتفاظ بالعميل تقليل وقت التسليم خدمات ما باعت البيع المنظور الثالث منظور العمليات الداخلية ويجاوب على سؤال ما الذي يجب القيام بها على مستوى الأنظمة اللي فيه هذا المنظوم قياس فعالية الأنظمة الداخلية ويحتوى على عدة مقييس فرعية للحكم على أداء هذا المنظور منها نظام التجديد والبحث والتطوير نظام الانتاج تحسين الجودة وزيادة الانتاجية والكفاة نظام خدمات ما باعت البيع أيضا المنظور الرابع منظور التعلم والنمو بيجاوب على سؤال على ماذا يجب أن يتمرن المستخدمون المستخدمين لهم العاملين مجالات النمو والتعلم للمنظمة تحتوي على عدة مقييس منها رضا العاملين ومدى الاحتفاظ بهم قدرات الموظف وعادة توجهها فعالية أنظمة المعلومات التحفيز وتحمل المسؤولية أهداف المقياس المتوازن للأداء The Objectives of Balanced Scorecard تتمثل أهداف المقياس المتوازن للأداء في رفع ضقة المتابعة للأعمال وتحسين أداءها تطوير منهج تكاملي بين الاستراتيجيات والعمليات ودعم التواصل بينهما رسم الخارطة الاستراتيجية وربط الأسباب بالنتائج للأبعاد الأربعة بناء التوازن بين عوامل ومؤشرات النجاح الهامة توضيح مصار الرؤية والاستراتيجية لكافة العاملين تهيات إطار عمل لترجمة الاستراتيجية إلى مفاهيم تنفيذية ترجمة نانسي قنقر